اهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الاخبارية لهذا اليوم ونبدأ مع حضراتكم بأهم العنوين الرئيس محمد مرسي يشهد بيان اقتحام وعبور قناة السويس للجيش الثالث الميداني ممثل هيئة النيابة الادارية يتفقون مع الغرياني على اعتبار النيابة الادارية هيئة مستقلة بالدستور الجديد الى تفاصيل الاخبار شهد الرئيس محمد مرسي اليوم بيانا عمليا لاقتحام وعبور قناة السويس للجيش الثالث الميداني بحضور الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة ويأتي البيان في اطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات اكتوبر وفي نهاية البيان اشاد الرئيس مرسي بالاداء المتميز للقوات المسلحة والمستوى الذي وصلت اليه من مهارات تدريبية وقتالية عالية مؤكدا انها احد الاسس التي تنطلق منها مصر نحو افاق الامن والاستقرار هذا وشهد طريق السويس القاهرة انتشارا كبيرا لاجهزة الامن لتأمين المناطق الجبالية المجاورة وجميع مداخل ومخارج الطريق لتأمين موكب الرئيس وحول الجدل السائد بخصوص وضع هيئة النيابة الادارية بالدستور الجديد اتفق ممثل اعضاء هيئة النيابة مع المستشار حسام الغرياني عفوا حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور على ان تكون هيئة مستقلة بالدستور الجديد وقال المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية انه تم مناقشة كل ما يخص الهيئة تاريخيا ووضعها الحالي والصابق وذلك خلال الاجتماع المطول لاعضاء الهيئة مع الغرياني امس واشار الى انه تم الاتفاق على ان تكون النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة مشيرا الى عقد اجتماع الاربعاء المقبل مع لجنة نظام الحكم لمناقشة الاقتراح الذي ستتقدم به الهيئة تطلق الجبهة الدستورية المصرية اليوم مبادرتها للحقوق والحريات في الدستور الجديد والتي تبدأ معها حملة توقعات من جميع فئات المجتمع عليها لتسليمها لتأسيسية الدستور لتكون كوثيقة معبرة عن مطالب الشعب المصري صرح بذلك حافظ ابو سعدى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان مؤكدا ان المبادرة تستهدف تحقيق الحد الادنى من الحقوق والحريات واوضح انه سيتم جمع توقعات المبادرة من مختلف القوى السياسية والحزبية والمواطنين لجمع اكبر تأييد لها واشار ابو سعدى الى انه فور الانتهاء من حملة التوقعات سيتم تسليمها الى التأسيسية لتكون وفيقة تعبر عن مصر والرغبة في دستور يتوافق عليه الجميع ويدمن حقوقهم ولا ينحاز الى فصيلة سياسية بعينها يعقد وزير الخارجية محمد كامل عمر اجتماعا موسعا اليوم مع الدبلوماسيين العاملين بالوزارة من درجة ملحق دبلوماسي حتى درجة سفير وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص طبيعة عملهم ومن المقرر ان يناقش وزير الخارجية تطوير العمل بدوان الوزارة واعادة هيكلته واسلوب الترقي والتصعيد بالسلك الدبلوماسي ومن جانبه اعلن عمر رشدي المتحدث باسم الخارجية ان الاجتماع يأتي في اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها كامل عمر مع اعضاء الوزارة منذ العام الماضي لمتابعة عمل لجان تطوير الاداء لتحسين اوضاع الدبلوماسيين المعيشية والوظيفية اقتصاديا انهت مؤشرات البرصة تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء وعلى صعيد المؤشرات القياسية تراجع مؤشر البرص الرئيسي اي جي اك ثيرتي بنسبة فاصل 19 من المئة بالمئة فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اك سيفنتي بنسبة 1.2 من المئة بالمئة وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 1.1 من المئة بالمئة قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي عزز قواته على طول الحدود المصرية في سيناء وبخاصة المناطق التي يتم فيها إنشاء الجدار العازل والمناطق التي تم اختراقها من قبل وأضاف شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود بالسيارات والكلاب المدربة وأنه يتم إطلاق قنابل ضوئية بين الحين والآخر مضيفين أن طائرات إسرائيلية تقوم بجولات استطلاعية فوق المناطق الحدودية وصرح مصدر أمني مصري أن ما تقوم به إسرائيل يتم داخل حدودها وليس داخل مصر وأنه يأتي لتخوفها من أي عمليات انتقامية محتملة من قبل الجماعات الجهادية والسلفية في سيناء ردا على اختيال إسرائيل هشام السعدني قائد الجماعات السلفية في غزة وإلى تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث قتل فلسطينيان في غارة جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة أمس ليرتفع عدد القتلى إلى خمسة فلسطينيين في سلسلة الغارات الإسرائيلية وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن طائرة تابعة له استهدفت فرقة إرهابية كانت تحمل شحنة متفجرات إلى قطاع غزة يأتي هذا فيما أعلنت حركة حماس أن كتائب عز الدين القسام التابعة لها أطلقت صواريخ على إسرائيل رداً على الغارة التي شنتها على القطاع وفي السياق ذاته كشفت مصادر فلسطينية اليوم عن جهود مصرية للدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى الشأن السوري حيث قرر الجيش الحر اليوم الانسحاب من الجامعة الأموي في مدينة حلب بعد قصف مدفعي وصاروخي عنيفين من قبل القوات النظامية ومن ناحية أخرى قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد أموال شركتين وثمان وعشرين شخصاً إضافياً من داعم الأسد ومنع إعطائهم تأشيرات دخول وفي سياق آخر ذكرت لجان التنسيق المحلية مقتلى نحو سبعة وثلاثين شخصاً برصاص قوات الأمن اليوم بأنحاء متفرقة من البلاد فيما ارتفعت حصيلة قتل أمس إلى مئتين وستة وعشرين شخصاً معظمهم في أدلب ودرعا وريف دمشق وفي السياق ذاته دعا الموفد العربي والدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اليوم دعا إيران للمساعدة في وقف إطلاق النار في سوريا بمناسبة عيد الأطحى وكان الإبراهيمي قد التقى أمس الرئيس الإيراني أحمد نجاد في طهران حيث تسلم اقتراحاً يهدف إلى إنهاء النزاع السوري وأشار نجاد إلى أن العنف الذي تشهده سوريا ينشر عدم الاستقرار بالمنطقة كلها معرباً عن استعداد بلاده لتقديم يد المساعدة إلى الشعب السوري كي يتمكن من العيش في هدوء وأمان ويتجه الإبراهيمي إلى العراق اليوم في جولة إقليمية تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية وسبل الخروج منها كنت شكرتكم على تقديمها لنا وقلت لكم على أننا رأينا في الأفكار هذه ما يمكن أن يساعد بما يأتي من أراء من الدول الأخرى التي هي لا تقل اهتمام بالوضع السوري من الجمهورية الإسلامية وأملنا على أن هذه الأفكار كلها تتجمع في مشروع ينهي هذا الكبوس عن الشعب السوري قررت تركيا أمس إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية السورية عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وذلك بعد أيام قليلة من اعتراض أنقرة طائرة سورية وإرغامها على الهبوط على أراضيها كما أرغمت السلطات التركية صباح اليوم طائرة أرمينية كانت متجهة إلى حلب أرغمتها على الهبوط وعمدت إلى تفتيشها وذكر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء التركي أن الطائرة كانت تحمل مساعدات إنسانية وأنه سيسمح لها باستكمال رحلتها إذا لم تجد السلطات التركية مواداً أخرى وعلى إثر ذلك تبدلت كل من دمشق وأنقرة قرارات حظر الطيران المدني في أجوائهما في ظل اجتداد المواجهة بين البلدين بسبب حوادث قصف عبر الحدود وإلى الشأن الليبي حيث انتخب المؤتمر الوطني الليبي العام أمس الدبلوماسي السابق علي زيدان رئيساً للوزراء ليصبح ثاني رئيس وزراء خلال شهر وقد تم انتخاب زيدان بعد أسبوع من عزل رئيس الوزراء السابق مصطفى أبو شاقور والذي سحب البرلمان الثقة منه بعد رفض تشكيله الوزاري مرتين وقال زيدان إنه سيركز على إعادة الأمن في ليبيا مضيفاً إلى أن حكومته ستكون حكومة طوارئ لحل الأزمات بالبلاد وأشار زيدان الذي حصل على تأييد الائتلاف الليبرالي البارز وتحالف القوى الوطنية إنه على استعداد لاتخاذ آراء جماعة الإخوان المسلمين في حكومته وإلى عالم المخاطرات والمغامرات حيث لأول مرة في تاريخ البشرية تمكن المغامر النمسوي فيليكس باونغانترون من كسر الأرقام القياسية وتنفيذ أعلى قفزة بشرية من ارتفاع أكثر من 38 كم في درجة حرارة بلغت ثماني درجات تحت الصفر وقفز فيليكس بعد ساعتين و 37 دقيقة من انطلاقه إلى الفضاء ليتمكن من دخول موسوعة جينيس بعد تجاوزه أعلى نقطة قفز قفز منها إنسان من قبل واخترق فيليكس سرعة الصوت ليصل خلال سقوطه إلى سرعة 1273 كم في الساعة ليكون أول إنسان يخترق قدار الصوت بدون أي معدات أخبار رياضية أكد العمر فاروق وزير الرياضة إقامة الدور العام في موعده المحدد الأربعاء المقبل من ناحية أخرى يعقد العمر جلسة مع ممثلين عن أسر شهداء بورصعيد ورابطة ألترس أهلاوي مساء اليوم يأتي هذا الاجتماع في محاولة لإقناعهم باستئناف النشاط الكروي وإقامة الدور في موعده وكان وزير الرياضة قد عقد أكثر من جلسة من قبل مع أسر الشهداء أكد لهم خلالها استعداده لتنفيذ كافة مطالبهم متعهدا بأن يضع مطالبهم على رأس أولوياته حتى يتحقق القصاص العادل لأبنائهم وشدد العمر على أن عودة الدور لا تعني نسيان حقوق الشهداء يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم تدريبه الرئيسي على ملعب نادي الجيش الإماراتي استعدادا لمواجهة نظيره التونسي وديا غدا في ختام معسكره بالإمارات استعدادا لتصفيات كأس العالم 2014 ويقام الميران عصر اليوم في نفس توقيت مباراة الغد حيث يسعى الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفريق إلى تجربة بعض الجمل التكتيكية التي سينفذها اللاعبون في مباراتهم أمام تونس وتعد هذه المباراة هي الودية الثانية التي يخوضها الفريق خلال معسكره بالإمارات ومن المقرر أن يصل منتخب تونس مساء اليوم إلى العاصمة أبو ظبي استعدادا لمباراة الغد قدمنا لحضراتكم جولتنا الإخبارية اليومية شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا